اخوتي الكرام ارجو منكم الضغط على الاعجاب بالفيديو فهذا يشجعنا على الاستمرارة شكرا لكم اخوتي رفع الناخب الوطني جمال بالماضي الدحدي امام الفرنسيين مؤكدا ان المنتخب الوطني الجزائري مستعد لمواجهة ابطال العالم وقال بالماضي في حوار اجراه مع صحيف تليكي بالفرنسية بطبيعة الحال اريد مواجهة ابطال العالم واضافة اريد مواجهة دائما الافضل حتى يمكننا التطور اكثر فاكثر يذكر ان الناخب الوطني جمال بالماضي هو صاحب الهدف الوحيد في شباك المنتخب الفرنسي سنة 2001 افرز اجتماع المكتب الفيدرالي المنعقد اليوم الاربعاء قرارا بترسيم فريق شباب بالوزداد بطلا لموسم 2019-2020 واعتمد المكتب الفيدرالي الى الصيغة الثالثة من الاستشارة الكتابية بانهاء الموسم الكراوي الحالي وتتويج شباب بالوزداد بطلا وصعود الاندية الاربعاء الاولى من المحترف الثاني الى المحترف الاول مع الغاء نزول الاندية الثلاثة من المحترف الاول الى الثاني اشارت فيدرالي الموالين الى تسجيل انخفار كبير في مبيعات اضاح العيد لهذه السنة بنسبة 40% مقارنة بسنة الماضية انخفار نسبة بيع الاضاحي لهذه السنة ارجعه العديد من المختصين لجائحة كورونا وتأثيراتها السلبية على جيب المواطن الجزائري في فيديو انتشر مؤخرا لحرق جزائريين في دولة اسبانيا مباشرة من سجن الميريا يستغيثون رئيس تبون من اجل تدخل ووضع حد لازمتهم التي طالت كثيرا حيث اكدوا ان الدولة الاسبانية وجهت لهم تهما تثنافى تماما مع الحقيقة حيث تم اتهامهم بجريمة المتاجرة بالبشر واضاف ذات المتحدث في فيديو ان الشباب الجزائري في سجن الميريا بلغت 90 شخصا حسب قوله ومدة مكوثهم فيه متفاوتة تصل الى حد العام رسالة الاستغاثة كانت ان تتدخل الدولة الجزائرية وتنقلهم الى الوطن لمحاكمتهم في بلادهم وكشف الحقيقة اخوة الكرام شاركونا انتم اراكم في التعليقات كاشفت وكالة طاصة روسية ان روسيا تهدف الى ان تصبح الدولة الاولى في العالم التي توافق على اللقاح في روسي كورونا وقال مسؤولون روسي انهم يعملون نجل موافقة على اللقاح كورونا في عشر اود او حتى قبل هذا الموعد حسب تقرير شبكة سي ان ان واضاف المسؤولون بمن فيهم كيريل ديمتريفا رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي ان روسيا تهدف الى ان تصبح الدولة الاولى في العالم التي يتم الموافقة على اللقاح الجديد ضد فيروس كورونا وهو اللقاح الذي يقوم بتطويره معهد الجمالية ومقره موسكو واضاف ديمتريفا يركز علماؤنا ليس على كونهم الاوائل في الموافقة على اللقاح ولكن على حماية الناس واضافت وزارة الصحة الروسية ان المرحلة الثانية من الاختبارات السريرية للقاح المضاد الفيروس كورونا والذي يطويره مركز جمال القوم لابحاث الاوبئة والاحياء الدقيقة على وشك الانتهاء وسيتم تسجيل اللقاح بعد انتهاء الاختبارات وقال اليكساندر جينتسبورغ مدير المركز في وقت سابق انه كان من المقرر الانتهاء من المرحلة الثانية من اختبارات اللقاح قبل 28 نجويليا بينما اعلن كيريل ديمتريفا رئيس صندوق الاستثمار المباشر ان المرحلة الثانية ستنتهي في 3 اوض 2020 ويركر ان روسيا قد ادعت في وقت سابق انها الدولة الاولى التي اكملت التجارب البشرية على اللقاح فيروس كورونا ويبدو ان روسيا تتقدم على الدول الاخرى في سباق لقاحات فيروس كورونا فقبل بضعة ايام اعلنت جامعة سيتشونوف روسية انها اكملت برجاح التجارب السريرية للقاح فيروس كورونا الذي طوره مركز جمالية الوطني لابحاث الوبائيات وعلم الاحياء الدقيقة ومن المقرر ان تبدأ البلاد تجارب بشرية على اللقاح فيروس كورونا الثاني حسب ذات المصدر اخوة الكرام شاركونا انتم اراكم في التعليقات هل هي نهاية فيروس كورونا اعلنت المديرية العامة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري اليوم الاربعاء بان يومي الجمعة 31 جوليا والسبت الفاتح اود سيكونان عطلة مدفوعة الاجر بمناسبة عيد الارحى وحسب وكالة الانباء الجزائرية نقلا عن بيان المديرية العامة فان يومي السبت الجمعة المقبلين سيكونان عطلة مدفوعة الاجر لكافة مستخدم المؤسسات والادارات العمومية بما في ذلك المستخدمون باليوم او الساعة اكدت اتصالات الجزائر توفير خدمات مجانية يومي عيد الارحى المباركة حسب ما اكده مدير التسويق صوفيان لونيس حيث ستتيح المؤسسة الاتصال من الهاتف الثابت مجانا يومي العيد بالاضافة الى استمرارية خدمات الانترنت حتى وان انتهت مدتها ومن المنتظر ايضا ان تفتح الوكلة التجارية المركزية ابوابها امام زبائن ثاني ايام العيد ابتداء من الساعة التاسعة صباحا وحتى الخامس المساء وقعت الشركة الوطنية سونتراك وشريكها الاسباني سيبسا اليوم مذكرة التفاهم حسب بيان الصادر اليوم المذكرة حول امكانيات الاستثمار المشترك في مجالات استكشاف وتطوير انتاج المحروقات في الجزائر وعلى الصعيد الدولي وسيسمح توقيع المذكرة لسونتراك وسيبسا بتعزيز شركاتهما الحالية من خلال البحث عن فرص تعاون جديدة واضاف البيان ان ابرام هذه المذكرة يؤكد على رغبة سونتراك في تعزيز سياسة الشراكة خاصة في اطار العمل بتدابير قانون انشطة المحروقات الهادف ايضا الى زيادة احتياطاتنا من المحروقات ورفع مستويات انتاجها اصدرت مصالح الارصاد الجوية اليوم الاربعاء تنبيها باللون الاصفر متسقط امطار رعدية على الولايات الداخلية الغربية وذلك مساء اليوم وحسب ذات التنبيه فان الولايات المعنية هي كل من تلمسان سيدي بالعباس انعامة البيض سعيدة ترأس الوزير الاول جراد امسى الثلاثاء مجلسا وزاريا مشتركا خصصا لدراسة وضعية وفرة السيولة في الشبكة البريدية امام طلب الزبائن الذي يمارس عبر اصحاب الحسابات البريدية الجارية وعددهم 22 مليون حيث ازدى الوزير الاول تعليمات الى دوائر الوزرية والمصالح المعنية تتمثل فيما يلي الزامية الصهر على تمديد دفع رواتب والمعاشات والمساعدات الاجتماعية للدولة على طول الشهر كله وتكييف مواقع عمل المكاتب البريد وفق الطلب المعبر عنها توسيع الولوج الى الشبابك الالية للبونوك من خلال التعجيل بتنفيذ التشغيل البيني للانظمة النقدية لبريد الجزائر والبونوك الزامية اشراك الولاد في الاشراف على حركات الاموال من خلال ضمان مرافقتها بين الوكلات التي تتوفر على فوائض وتلك التي تعاني عجزا في السيولة التعجيل بالمصار الكفيلة بالسماح للبونوك والمؤسسات المالية بدفع ما تتوفر عليه من فائض في الاموال الى مكاتب البريد تشجيع الجهات الفاعلة في المجتمع المدني على تقديم المساعدة في تنظيم طوابير الانتظار خارج مكاتب البريد وتطبيق قواعد التباعد الجسدي من خلال استعانة بمصالح الامن المجندة باستمرار من اجل امن الوطن والمواطنين طلق رئيس حركة البناء الوطني عبدالقادر بنقرين اليوم الاربعاء مكالمة هاتفية من سفير الولايات المتحدة الامريكية بالجزائر جون ديروشير وخلال المكالمة الهاتفية اعرب السفير الامريكي عن رغبته في التعرف على وجهة نظر الحركة في عديد القضايا وكانت الاجابات واضحة بما هو معلن عن الحركة من مواقف معروفة لدى الساحة الوطنية من جهته ترح رئيس الحركة اسئلة على السفير لا سيما فيما يتعلق بقضايا واحداث اقليمية تنعكس اساسا على صيانة امننا الوطني وكذا في كيفية تطوير الحوار الاستراتيجي جزائر الامريكي عن سير الانتخابات الرئاسية الامريكية القادمة ومستقبل العلاقات الدولية بعد جائحة كورونا وتلقى اجابات من طرف السفير واشار بيان حركة البناء الوطني ان المكالمة الهاتفية بين الطرفين دامت 60 دقيقة اعلنت وزيرة التضامن الوطني والاسرة وقضايا المرأة كوثر كريكو عن انطلاق مبادرة جديدة من نوعها نفسانية لمرافقة الاطباء واخرى لاستشارات الاسرية والمسنين وقالت الوزيرة في كلمتها على الاذاعة الوطنية تقديرا للجهد الكبير الذي يبذله الجيش الابيض ومع ابتعادهم عن منازلهم في هذه الفترة الحساسة سيتم افاد الاطباء النفسانيين المتواجدين على مستوى 275 خالية جوارية للمؤسسات الاستشفائية ومدرية الصحة لمرافقتهم نفسيا وسيكون عمل الاطباء النفسانيين بزيارة الجيش الابيض المرابطة والمواجه لكورونا خلال فترات الراحة للاستماع اليهم والانشغالاتهم وضعت الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب رسميا تحت وصاية الوزير المنتدى بلاد الوزير الاول المكلف بالمؤسسات المصغرة بموجب مرسوم تنفيذي نشر في الجريدة الرسمية رقم 41 وأسند المرسوم التنفيذي المؤرخ في 20 جوليا سنة 1020 إلى الوزير المنتدى بلاد الوزير الاول المكلف بالمؤسسات المصغرة سلطة الوصاية على الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب ومن خلال هذا النص الجديد تلغى أحكام المرسوم التنفيذي المؤرخ في 5 مايي 2020 الذي يسند إلى وزير المؤسسات المصغرة والمؤسسات الناشية واقتصاد المعرفة سلطة الوصاية على الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب وفي الأخير ما تنساوش دير النجام وتشاركونا رايكم في التعليقات سلام شكرا